اشتركوا في القناة وقال الكربولي أن مجلس الأنبار لاحظ زيادة كبيرة في إنشاء المشاريع الاستثمارية الخاصة ببناء المجمعات السكنية في مناطق مختلفة من مدن المحافظة ما دعا أعضاء المجلس لإيقاف إنشاء هذه المجمعات والتوجه نحو خطة الاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة أسيما في المناطق الغربية التي تتميز بتربتها الصالحة للزراعة والأخرى الغنية بالمعادن والفوسفات والمشتقات النفطية بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولار خلال الأسبوع الماضي الذي فتح بها المزاد أكثر من مليار دولار وبع البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي مليارا ومائة وخمسة وثلاثين مليونا وستمائة وخمسة وثلاثين ألفا ومائتين وأربعة وسبعين دولارا بمعدل يوميا بلغ مائتين وسبعة سبعين مليونا ومائة وسبعة وعشرين ألفا واربعمائة وستة وخمسين دولارا لتسجل المبيعات خفاضا عما سجله البنك الأسبوع الذي سبقه حيث بلغت المبيعات حينها مليارا وثلاثمائة وأربعة وثمانين مليونا ووحدا وثلاثين ألفا وسبعة واربعمائة دولارا قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيرون باول قال إن الوقت قد حان لخفض سعر الفائدة الرئيس وأكد باول التوقعات بأن المسؤولين سيبدأون في خفض تكاليف الأقتراض الشهر المقبل وضيفا أن الاتجاه واضح وأن توقيته ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمد على البيانات التي تم الحصول عليها وتطور التوقعات وتوازن المخاطر على حد تعبيره حذر محافظ بنك اليابان من أن الأسواق العالمية لا تزال غير مستقرة وأكد التزامه برفع أسعار الفائدة لتظل التضخم والنمو الاقتصادي في البلاد على المسار الصحيح جاءت تصليحات محافظة بنك اليابان بعد نحو ستة أسابيع من التقلبات الشديدة في السوق حيث أنخفض الياباني إلى أدنى مستوى تاريخي عند 161 ين للدولار الواحد وكان البنك المركزي الياباني قد أنهى في آذار الماضي سياسة أسعار الفائدة السلمية بعد عقود من الانكماش غير المستقرة أظهرت بيانات وزارة السياحة التركية أن عدد الزوار الأجانب ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي وبحسب البيانات الرسمية التركية فإن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد خلال الشهر الماضي بلغى نحو 7.330 ألف سائح بينما كان العدد في نفس الشهر من العام الماضي 7.150 ألف سائح في حين كان العدد في نفس الشهر من عام 2022 ستة ملايين وستمائة وستين ألف سائح أجنبي ما يعكس ديناميا في حركة السياح إلى تركيا يذكر أن معظم السياح خلال شهر تموز هذا العام جاءوا من روسيا وألمانيا وبريطانيا وإيران وبولغاريا والآن هذه انتقالة سريعة ومشاهدينها الكرام إلى أسعار الصرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية المجزر الاقتصادي بأمان العام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة